إضافات الجهاز الوحش بدأت توصل في تيك بيلز، دعونا نتعرف عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف ومجموعة أجهزة كثيرة وصلتنا من إكسسوارات الجهاز الوحش الخاص فينا كل هذه الأجهزة ستكون تحت التجربة، ولكن في البداية دعونا نتعرف عليها سواء Cooler Master Devastator 2، كيبورد وفارا موجهة لللاعبين من شركة Cooler Master الكيبورد هو ميم ميكانيكل، الذي من خلاله يعطيك ضغطة مشابهة لأزرار الكيبورد الميكانيكل كيبورد يدعم إمكانية فك الأزرار وتنظيفها، مزود بمفاتيح تحكم مستوسات وأيضاً يدعم أزرار الإيقاف والتشغيل في المحتوى المريح، يأتي باللون الأزرق والأخضر والأحمر الماوز التي تأتي معها هو دي بي آي من 500 إلى 2000، والتي تساعد اللاعبين على تحديد حساسية الحركة بالشكل المناسب تأتي باللون الأزرق والأخضر والأحمر ماستر كيز لايت الكمبو RGB، كيبورد وفارا موجهة لللاعبين من شركة Cooler Master الكيبورد أيضاً من ميكانيكل الذي من خلاله يعطيك ضغطة مشابهة لأزرار الكيبورد الميكانيكية، وهذا النوع يعطي عمر أطول من الكيبوردات العادية يأتي بإضاءات RGB بثلاث أنماط للألوان وتستطيع التحكم فيها الفارا التي تأتي معها تدعم RGB وتأتي بأربعة أنماط للـ DPI 500، 2000 و 3500 الكيبورد الميكانيكية من كينغستن الـ HyperX Alloy FPS يمتلك تصميم نحيف في سهل التنقل، يأتي بطبقة من المعدن تحت الأزرار، تستطيع تعدل سطوع الإضاءة، يأتي بأكثر من نمط في إظهار الألوان مثل نمط البحر ونمط الانفجار ونمط الكتابة يأتي باللون الأحمر والأزرق والبني لحظة، ما قلنا لكم ماذا نقيم هذه الأكسسوارات؟ سيكون لدينا ثلاث مبادئ أساسية السعر، المميزات والإضافات والشكل، هل هو رائع أو لا؟ إذا توافقنا هذه الثلاث أشياء، أعطي لايك Logitech G910 Orient Spectrum كيبورد ميكانيكية، يمتلك قاعدة للهاتف والكيبورد له تطبيق على الأندرويد والآي او اس لإعدادات يأتي بـ 9 بروفايلات مثل الذواكر التي تقدر من خلالها تخزن باترنز وأنماط للإضاءة الأزرار تقدر تفكها بسهولة ويدعم أزرار الإيقاف والتشغيل في المحتوى المرئي فارت RGB من Logitech، تمتلك تصميم يقدم راحة في المسكة وأيضاً معتمد من E-Sports تقدر تخزن إعدادات فيها مباشرة بدون الحاجة للتطبيق، تدعم الـ DPI من 200 إلى 12 ألف الذي تساعد اللاعبين على تحديد حساسية الحركة بالشكل المناسب، يمديك تتحكم بالإضاءة التي تناسبك سماعات Logitech G633 Artemis Spectrum تأتي بتصميم صلب ومريح، تدعم نظام الصوتية 7.1 من Dolby وحتى الـ DTS المايك يأتي بإضاءة تبين لك إذا يعمل أو لا، هناك ثلاث أزرار لتضبط أوضاع الصوت بسرعة صندوق Cooler Master Master Box 5T يجلب مروحة 120 ملي متر أمامية ومروحة 120 ملي متر خلفية يجلب منفذين USB 3 ومنفذ للسماعة 3.5 يدعم ميزة التحكم بسرعة المراوح، يدعم منفذ واحد للـ SSD ومنفذ واحد للـ HDD الواحة الأم التي يدعمها هي ATX، Micro ATX و Mini ITX صندوق Cooler Master CM590 نسخة الثالثة يجلب منفذ USB 3 واحد ومنفذ USB 2 ومنفذ السماعة 3.5 يمتلك مروحة 220 ملي متر LED في الأمام يدعم ثلاث منافذ SSD وثلاثة HDD الواحة الأم التي يدعمها هي ATX، Micro ATX و Mini ITX لا تنسى تكون مشترك معنا في القناة وإذا أردت التنبيه أول بأول أول ما يأتي الفيديو عن التقييمات، لا تنسى تضغط على زر الجرس في نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن تستغفر واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر